إذن الحديث عن هذه الاحتجاجات التي تتسع رقعتها لتصل مدينة عن مدينة والكثير من المحافظات باتت تشتعل في واقع الحال فمدن إيران باتت مسرحا لاحتجاجات تصاعدية مستمرة منذ الشهر رغم لجوء النظام إلى ضربها عبر أساليبه العنيف المعهودة أساليب يشكك في فعليتها تقرير لمعهد كارنيجي بيّن أن المواجهات الحالية تختلف اختلافا جوهريا عن سابقاتها وقد تؤدي إلى بداية جديدة في إيران ثلاثة اختلافات أساسية يتحدث عنها التقرير الأول يتمثل بالدور البارز الذي تؤديه المرأة في قيادة معركة الاحتجاجات إذ تظهر تصميما على استعادة موقعها ومكانتها أما الاختلاف الثاني يتعلق باتساع رقعة انتشار الاحتجاجات بحيث لا تقتصر على طبقة اجتماعية معينة كما كانت عليه الحال سابقا يبقى الاختلاف الثالث فما هو؟ هو ربما الأهم هذا وفق المعهد فهو أن النظام كاد يخسر مدينة لأول مرة في التاريخ وهي مدينة شنوية هنا يقول التقرير أن النظام نجح سابقا في قمع التحركات لأنها اقتصرت بصورة أساسية على المدن الكبرى فكان يركز موارده في عدد محدود من المواقع لكن الاستجابة للمستجدات بصورة متزامنة وفي مواقع متعددة قد يقتضي من النظام تقنين موارده واعتماد المداورة في نشر قوته ما قد يؤدي إلى الإنهاك وفقدان المعنويات والقصور التشغيلي التقرير يرى أن التطورات الراهنة تتيح فرصة فريدة للدفع باتجاه تغيير إيجابي في ضوء انهيار الاقتصاد الإيراني وتراجع شعبية النظام لهذه الغاية يشدد التقرير على وجوب اعتماد الغرب موقفا متشددا في المباحثات النووية وعلى ضرورة تجميد أصول النظام واستخدامها لدعم المعارضة إلى جانب تسريع وطيرة الجهود الرامية إلى تزويد الإيرانيين بوسائل تواصل بديلة